وتعالى تعتقد غير ربنا تبارك وتعالى بيقلب الولد بيت وبيقلب البيت ولد وغيره وتعتقد وحدة الوجود وحدة الوجود واللي هي حقيقة الحلول والاتحاد ده والله منهج من هنا وجهنم سريع والله يتمود على هذا المنهج سريع ليه؟ لأنه ربنا تبارك وتعالى إذا عرضنا المنهج بتاع التصوف ده كله على النصص والله ما عندون حاجة خليك من عقيدة العبادات بتاعاتهم دي والله ما عندون عبادة بتوافق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة إما زايدنا وإما شنو من القصين منا بعد الصلاة الواحد يقول لك الفاتحة يا مولانا الفاتحة عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله الدعاء الجماعي يشل الدعاء الجماعي بدعة الواحد تلقى مرسكا السبحة بدعة وفوق ده كله الواحد تلقى يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بيجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيجاه شيء غفلان ويعتقدوا الأسوأ من داع عقيدة لم يعتقدها أبو لاب وأبو جهل أنه يعتقد أنه غير ربنا تبارك وتعالى ومالك الكون والله يقول لك سيدي حسن واتحسون بكم سيدي حسن من فوق الكون متحكم يا أناس ربنا تبارك وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض وربنا تبارك وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك يقول لك السيدي الكباشي يقول لك أبونا الكباشي ربنا الداشن الدرجة الكونية على الإنسانه إنه يقول للشي يكون فيكون وربنا تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يكون فيكون فذي كلها من البدع والمحدثات يا أناس ما في حاجة يسمى أحزاب ما في حاجة يسمى صوفية في الدين الإسلامي تصوف دماب النبي صلى الله عليه وسلم كان صوفي عمر بن الخطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه علي بن أبي طالب عثمان بن عفان الإمام مالك الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة كلهم هل كانوا صوفية ما فيها ناس ما في تصوف في الدين الإسلامي ولكن دي الأفكار الجباية دخلها لنا دخلها لنا الاستعمار واليهود والنصارى وغير دارين يحرفوا الشباب دارين يحرفوا المسلمين عن المنهج القويم الجباية والنبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل البدع مولد غيره من المحدثات ده كل جنوب من البدع ومن الضلال الجباية والأقوام وجباية الأحزاب دي فالإنسان عليه أن يحقق تقوى الله تبارك وتعالى وأن يسمع ويطيع لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له وأن يجتنب المحدثات جميعها صغيرة وكبيرة وأن يجتنب أهم حيات يجتنب الأحزاب العطالة البهنق دين فهذا وصل الله على محمد ترجمة نانسي قنقر